انتلقت فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة عمرة الطائرات بأفريقيا في نسخته الحادية والثلاثين فيحظى المؤتمر باهتمام كبير من شركة الطيران العالمية والأفريقية والجهاذة الصلاة كمنصة تجمع تحت سقف واحد مقدمي العديد من خدمة الصيانة وعمرة الطائرات نشتغل في جميع الديستينيشن في غرب أفريقيا وفي شمال الأفريقيا وفي جنوب الصحراء ان شاء الله نسأنا مع زملاء في المؤتمر علشان نعمل لقاء مع شركات الطيران ان شاء الله سيكون خلال الأسبوع الأخير من فبراير أو الأسبوع الأول من مارس عشان نرتب ازاي نعرف نتعون وننمي قدرتنا في أفريقيا ونساعدهم ونساعد بعض ونكتسب خبراتهم ونكتسب خبراتهم أننا في تنمية العلاقات للنقل الجوي حركة النقل الجوي بتنمو يوم بعد يوم المنتظر ان شاء الله حركة النقل الجوي العالمية تزيد في حدود الأربعة إلى خمسة في المية خلال الفترة القادمة الفترة القصيرة تقريبها لازم أفريقيا والشركات الأفريقية ومصر الطيران والشركات المصرية كلها يكون لها نصيب كبير في هذه الزيادة المضطرة في حركة الطيران بالفعل نحن سعداء بوجودنا اليوم هنا مصر الطيران لديها من الخبرات ولديها من الإمكانيات سواء من تدريب الفنيين أو تدريب العديد من المهندسين كذلك وبالتالي فنحن نسعى دوما لتحقيق أعلى معدل من الأداء وتطوير منظومة النقل الجوية بتعاون مع مصر وبتعاون مع شركة مصر الطيران ونحن نحاول أن نتجاوز كل هذه التحديات هذا المؤتمر في واقع الأمر يعد فرصة رائعة ومميزة من أجل تبادل الخبرات ومن أجل تحقيق أقصى معدل من الإنتاج وتطوير قدراتنا بالتعاون مع الأشقاء في بصر شركة مصر طيران لسيانة فهي شركة معتمدة دوليا وهي بتقدم أعمال السيانة لأكتر من 136 شركة حول العالم هي توجدنا في أفريكا وتوجدنا في أوروبا وتوجدنا في أكتر من مكان نقدر نقدم خدمات السيانة لشركات كبرى وده معناها أن الشركات كبرى زي شركات سعودية شركات أردنية شركات تركية حتى كمان بتيجي تعمل أعمال السيانة بعض الشركات منهم شركات أوروبية بتيجي تعمل أعمال السيانة معناها أن فيه ثقة كبيرة في إمكانيات ومهندسين شركة مصر طيران للسيانة اشتركوا في القناة